تقودها عبقريتها الفذة في قلب موازين الحرب وتتعدد مهامها بين الهجوم والدفاع ومهام الاستطلاع ورغم أنها لا تحمل أي سلاح إلا أنها تؤثر في سير العمليات الأمنية والعسكرية تمتاز بالسرعة والدقة في تنفيذ أهدافها إضافة إلى التسلل خفية إلى عقر دار العدو لذا تحرص أجهزة الاستخبارات على تجنيد حيوانات وبرتب عسكرية لتنفيذ مهام أمنية ولوجستية تمثل الكلاب العسكرية العاملة في الجيوش جزءاً أساسياً من مهام عدة وتخضع لبرنامج تدريبي مدته 93 يوماً لتعزيز مهاراتها وخوض تدريبات ضمن السيناريوهات واقعية ويجب أن يكون مدرب الكلب قادراً على قراءة التحولات والتفاصيل الدقيقة الكامنة في سلوكه ليجمع معلومات عنه أو عن بيئته بل وعن مشاعره وكما يمنح الضباط في الجيوش رتباً عسكرية فإن الأمر كذلك أيضاً مع الكلاب حيث دابت العديد من الدول في منح الكلاب رتباً عسكرية شكلية بهدف تكريمها وإظهار دورها في تنفيذ مهامها بنجاح ومن الطريف أن الرتب العسكرية للكلاب في الولايات المتحدة الأمريكية تكون أرفع من مدربيها بمنزلة واحدة بهدف تذكير المدرب بالرفق به حين يمر بظروف سيئة كما تتميز الكلاب في تعدد مهامها فإضافة إلى كونها مساعداً في العمليات العسكرية فإنها تستخدم كذلك في التدخل للبحث عن المجرمين وإنقاذ الرهائن وللحماية والسيطرة على الشغب وهناك كلاب أخرى تستخدم في الكشف عن المتفجرات إضافة إلى أهميتها في البحث والإنقاذ في حالات الكوارث والفيضانات والإنهيارات الثلجية وراجع عند البعض أن الكلاب البوليسية المستخدمة في الكشف عن المخدرات أنها مدمنة وهي المعلومة التي ينفيها الكثير من المختصين مؤكدين أن الكلب يعتمل بالدرجة الأولى على حاسة الشم التي لديه إضافة إلى التدريبات المستمرة التي يتلقاها ومن المؤكد أنك شاهدت يوماً ما عروض الدلافين بحركاتها الممتعة ليس ذلك كل مهمها حيث تستخدم في الكشف عن الألغام البحرية إضافة إلى تعقب الغواصين وتعمل مع البحرية الأمريكية عدد من الدلافين مزودة بكاميرا فوق رؤوسها حيث اعتمدت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقاً على مساعدة الدلافين في الحرب الباردة النصور هي الأخرى تساهم جنباً إلى جنب مع قولة الدفاع الجوي في استثباب وحفظ الأمن الجوي لكن بطريقتها الخاصة حيث أصبحت تستخدمها الكثير من الدول في التصدي للطائرات بدون طيار الدرون وعلى سبيل المثال تستخدم الشرطة الهولندية النصور في محاربتها الطائرات بدون طيار وعند وصول هذه الطائرات إلى مناطق حساسة مثل المحطات النووية وغيرها ترسل النصور للتحليق وإسقاط الطائرات فوق الأجواء المحيطة بالمنشآت الحيوية حتى الفئران هي الأخرى يتم استخدامها في مهام خاصة كالكشف عن الألغام وذلك بسبب حاسة شمها القوية ولها ميسة عن الكلاب في هذا الجانب وهي خفتها إذ يمكن للكلاب أن تتسبب بانفجار الألغام في حالة مرورها فوقها وهذا لا يكاد أن يحدث مع الفئران كما أن القطة استخدمت كجواسيس وهذا ما فعلته وكالة الاستخبارات الأمريكية في ستينيات القرن الماضي حسب زعمهم حيث استخدمت القطة كعملاء للتجسس على الاتحاد السوفيتي وجهزت القطة بكاميرات مراقبة ومايكروفونات لتسجيل حوارات بعض الأشخاص المهمين في الحدائق العامة وكما يقوم النحل بإنتاج العسل يمكن الاستفادة منه أيضا في الكشف عن الألغام الأرضية حيث يتمتع النحل بخاصية الكشف عن الأشياء التي فيها نسبة سكر كبيرة ما جعلها مهمة في اصطياد القنابل والألغام الخفية التي يدخل السكر جزءا أساسيا في تصنيع عبواتها الناسفة ففي كرواتيا أثبتت التجارب الحديثة أن النحل له إمكانية الكشف عن الألغام الأرضية من على بعد خمسة كيلو مترات فمن التجسس والتصدي للهجمات والبحث عن المجرمين والكشف عن الألغام البحرية والأرضية إلى التصدي لطائرات الدرون تلك أبرز أسرار الدول في استخدامها للحيوانات نظرا لما تتمتع به من مهارات في تنفيذ أهدافها بدقة واحترافية عالية